ومن العلامات الكبرى للساعة أن يقع الدخان قال عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم أي يقال هذا عذاب أليم أو يقول بعضهم لبعض هذا عذاب أليم وهذه الآية ذكر فيها الدخان وهذا الدخان يرى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قد وقع وانتهى وهو ما وقع بكفار قريش لما أصابهم الجوع في الصحيحين قال رجل متحدثا عن الدخان قال إن هناك دخانا يكون آخرا الزمان يأخذ بأسماع المنافقين وبأبصارهم فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قام غضبا فقال من علم فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين وإن قريشا الحديث لابن مسعود وإن قريشا أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في الدخول في الإسلام فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم سنة يعني قحض وجدب حتى أكلوا الميتة والعظام وحتى إن الرجل ليرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان ورجح هذا القول الطبري رحمه الله بينما ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الدخان المذكور في الآية هو الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة قال ابن الكثير رحمه الله والسند إليه صحيح ورجحه ابن الكثير وقال هو ظاهر القرآن لأن الدخان لو كان خيالا لما غشاهم هذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما وقد ذهب بعض العلماء وهذا هو القول الفصل ذهب بعض العلماء إلى أن هناك دخانين أحدهما وقع وهو ما أصاب قريشا والآخر لم يقع وسيقع في آخر الزمان ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستة ذكر منها الدخان وجاء في معجم الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْدَرَكُمْ ثلاثة الدخان يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة يعني يصيب المسلم مثل ما يصاب بالزكار ويأخذ الكافرة فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه قال ابن كثير في التفسير إسناده جيد وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح تضافرت هذه الأحاديث والآثار على أن لذلك أصلا إذن خلاصة القول هناك دخانان وقع أحدهما وهو ما أصاب قريشا والآخر سيكون في آخر الزمان